دكتور عمر هل حقيقي اني معادش فيه في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه دوات ما بقاش فيه ناس كويسة معظم الناس وحشة ونفسياتها وحشة وما فيش حاجات أصلا تفتح النفس ان الواحد يتعامل مع ناس لا يا ريم غلط ما زي ما انت فاكرة الدنيا الدنيا مليانة الحلوة ومليانة الوحش هي كل الموضوع انت بتبصي من فين على فين يعني بتبصي من فين على فين يعني لو كل البيئة اللي انت بتبصي عليها بيئة وحشة انت المشكلة انت في اختيارك انت حطيتي نفسك في بيئة تخليك كل اللي بتشوفهم وحشين دي مشكلة مشكلتك انت مش مشكلة ان مفيش ناس حلوة انت اخترتي ان اللي تبصي عليهم ناس وحشين دي واحدة نمرة اتنين انت ممكن تشوفي ناس قدامك بس انت مشايفة الحلو اللي فيهم ممكن تكوني دايما عينك بتقق على الوحش دايما بتشوفي نص الكباية الفاضي مش نص الكباية المليان معين المليان اكتر دي مشكلة تانية عند الناس ففي مشكلتين بتخلي الناس تقول زي ما انت بتقولي المشكلة الاولانية ان هو حط نفسه بيئة مصحيحة بنت كل ما تتخطب لواحد يطلع زي الزفت كل ما تتخطب لواحد يطلع زي الزفت مرة اتنين تلات اربعة لا ما هو مش كل الرجالة سيتزبت يا بتختار غلط او امها اللي تلاقي كلمة اصلا كنت قاعد اتلاقي يا بنتي انت بتعرضي نفسك بطريقة بتخلي طريقة لبسك غلط طريقة ميكياجك غلط فما بتقعيش في الناس الصحيحة شوفي 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 الخطأ جي منين واما اللي بتقول لها بتقول لها لا دي مصدفة دي مصدفة انت حطيتي نفسك في جو وقدمتي نفسك لناس ما يجيلكيش الا كده دي طريقة مشكلة المشكلة التانية انت دايما عينك على الحاجة الوحشة مش عادي تشوفي الحاجة الحلوة ولذلك شوفي القرآن القرآن جميل جدا يعلمنا ايه؟ حاول دايما تشوفي الحاجة الحلوة حتى جوه الوحش شوفي اللي بتقول لها ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وبعدها ربنا يقول لك لا بس الحجارة مش كلها وحشة وانا من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وانا منها لما يخبطوا من خشة ابن الله وانا منها لما يشققوا فيخرجوا منه الانهار الحجارة فيها حاجات حلوة كتير ايه الطريقة دي؟ دي طريقة القرآن ابحث عن الخير دائما انظر للجانب الايجابي في كل حاجة عمر بن الخطاب بيأزي المسلمين والنبي بيقول اللهم اعز الإسلام بعمر بن الخطاب ازاي يعني؟ شايف الجانب الحلو اللي فيه؟ شايف الحتة الحلوة اللي جواه؟ فبقى عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب كان الراجل يقول لمراته أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب لما حمار جده يبقى يسلم يبقى هو يسلم لكن النبي كان شايف الجانب الحلو اللي ايه؟ السؤال اللي انتي بتقوليه هو احد مشكلتين الناس الطيبة الحلوة كتيرة في الدنيا المهم بتعرف تلاقيهم ازاي؟ طول ما انت بتعرض نفسك وحش مش هتلاقي دور الوحشين طول ما انت جوا بيئة وحشة واحد مصاحب في الفصل كل السقطين ازاي يعني هيقول الناس نكحة؟ ما هو كل اللي شايفهم سقطين؟ فهم الفكرة؟ الفكرة الدنيا كل حد فيه الحلوة الوحش لو تدلت تركز على الوحش مش هتلاقي حد في الدنيا ولا انت نفسك لان انت كمان فيك الحلوة الوحش الله عليك يا دكتور عمر شكرا جزيلا شكرا يا دكتور دكتور عمر ألف شكرا على معلوماتك قيمة شكرا يا ديام ها طلعت زي ما اتنى فكرة؟ لا يا دكتور عمر ما طلعتش زي ما انا فكرة شكرا يا ديام اشتركوا في القناة